استكمالاً لأثر تغيير استراتيجية الإدارة على نقطة التعادل بالوحدة الثانية من مقرر محسب التكليف وإدارية واحد هنأخذ مثال الشركة الصناعية واي قامت بإجراء عدة تغيرات تكنولوجية أدت إلى خفض التكليف الثبتة من 400 ألف ريال إلى 350 ألف ريال في حين أن نسبة التكليف المتغيرة إلى إراد المبعات سوف ترتفع من 68% إلى 80% المطلوب حدد أثر التغيرات السابقة على نقطة التعادل الحل هنلقص التغيرات التي حدثت في الجدول التالي الوضع الحالي اللي احنا كنا عليه والوضع بعد التغيير لما حصل تغيير في البنود المعطة التكليف الثبتة في الوضع الحالي كانت معطى بـ 400 ألف الوضع بعد التغيير ستصبح 350 ألف ريال نسبة التكلفة المتغيرة في الوضع الحالي كانت معطى بـ 68% بعد التغيير تصبح النسبة 80% من معلومة نسبة التكلفة المتغيرة نقدر نجيب نسبة هامش المساهمة لأن نسبة هامش المساهمة كانت أبارة عن مكمل نسبة التكلفة المتغيرة نشوفها تحسب إزاي؟ أو 100% ناقص الـ 68% دي يصبح المكمل لنسبة التكلفة المتغيرة في الوضع الحالي 32% الوضع بعد التغيير المكمل الـ 80% 20% يبقى 100% ناقص الـ 80% تطلع نسبة هامش المساهمة بعد التغيير 20% ونبدأ نجيب نقطة التعادل في الوضع الحالي وفي الوضع بعد التغيير ونشوف مقدار التغيير على نقطة التعادل كامل يبقى نقطة التعادل بالقيمة أصلاً أبارة عن تكلفة الثبتة مقسومة على نسبة هامش المساهمة نستخدم بيانات الوضع الحالي يبقى نقطة التعادل بالقيمة في الوضع الحالي كانت التكلفة الثبتة 400 ألف وكانت نسبة هامش المساهمة حسبناها 32% تطلع نقطة التعادل بالقيمة في الوضع الحالي طلع مليون و250 ألف نطبق نفس العلاقة بتاعة نقطة التعادل بالقيمة بس في الوضع بعد التغيير يبقى نقطة التعادل بالقيمة بعد التغيير التكاليف الثبتة أصبحت 350 ألف على نسبة هامش المساهمة كنا حسبناها 20% بعد التغيير يطلع الرقم مليون 750 ألف دي نقطة التعادل بالقيمة بعد التغيير يبقى الزيادة في نقطة التعادل بالقيمة عند التغيير يبقى لو غيرنا حتزداد نقطة التعادل بدل ما كانت مليون 250 ألف تزداد إلى مليون 750 ألف يبقى الفرق ما بين مليون 750 ألف ناقص مليون 250 ألف تطلع مقدار الزيادة في نقطة التعادل بالقيمة 50 ألف ريال ترجمة نانسي قنقر